نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول كشف مصرف البحرين المركزي عدد صناديق الاستثمار الإسلامية التي بلغت 131 صندوقا من إجمالية الصناديق الاستثمارية مع نهاية شهر يونيو 2024 وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن صافي قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية بلغ مليارا و780 مليون دولار في نهاية شهر مارس 2024 وأوضحت بيانات المصرف أن عدد صناديق الاستثمار وصل إلى 1705 صناديق استثمارية حتى شهر يونيو 2024 ومنها 61 صندوقا استثماريا مقره في البحرين هذا وقام المصرف في مارس 2022 بإصدار فصل جديد خاص بوحدات الصناديق الاستثمارية ويضم جميع القواعد والنوائح التي تنظم عمليات الترخيص والإشعار المتعلقة بصناديق الاستثمار الجماعية المحلية والأجنبية وكيفية الإشراف عليها أعلنت شركة جي اف اتش بارتنرز لمتد ذراع إدارة الأصول العالمية لمجموعات جي اف اتش المالية تشينها وأغلاقها الناجح للصندوق الاستثماري السابع للخدمات اللوجستية والأصول الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية ويتكون الصندوق من نوعين من الأصول وهي الخدمات الصناعية واللوجستية بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار موزعة على 25 أصل في أكثر من سبعة مواقع على مستوى الولايات المتحدة وأكد السيد نائل مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة جي اف اتش بارتنرز أنهم يرون بأن المرحلة الراهنة من الدورة الاقتصادية تتسم بانخفاض التضخم ونهاية حقبة أسعار الفائدة المرتفعة واستمرار الأداء القوي في قطاعات جي اف اتش بارتنرز والتي تعتبر الصناعة والخدمات اللوجستية مكونات رئيسية فيها والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية أظهر تقرير صدر حديثاً أن مبيعات المنازل الفاخرة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار أو أكثر في دبي ظلت مستقرة في النصف الأول من العام الحالي رغم انحفاض عمليات طرح العقارات للبيع مع البقاء الطلب من الأثرياء في العالم قوياً بالإضافة إلى بيع مجموعه 190 منزلاً فاخراً بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و200 مليون دولار في الأشهر الستة المنتهية في يونيو وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للصفقات ظل مستقراً رغم انخفاض عدد المنازل الفاخرة المتاحة في السوق ونقل التقرير عن فيصل دوراني رئيس قسم أبحاث نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه علامة قوية على نمط الشراء للاحتفاظ الذي ترسخ في السوق ترجمة نانسي قنقر